فاكرين استغفر الله العظيم سندويتش البكيني اللي عملته لما عملته قلتولي ده أباتشي هو كان بكيني بس أنا مدلعه شوية النهار ده بقى هعمل لكم سندويتش الأباتشي والبكيني اللي اتنين بقى زي المطاعم و أحسن كمان أول حاجة البكيني التقطيع بتاعة الحاجات أو الخضار اللي هنستخدمه بتبقى شرايح طويلة كده زي ما انتوا شايفين أنا هجيب تصصة سخنة وحط فيها معلقة من الزبدة أو السمنة أو الزيت اللي موجود أو حاجة دايق ولا حاجة تعصبك ونحط شرايح البصل مع السوسيس ونشوحه كده تشوحتين مع شوية ملح وفلفل وبعد كده ننزل بقى بالفلفل الألوان الأحمر والأصفر والأخضر والفلفل حامي وبعد كده نقلبهم تقلبتين هم بس حيتبلوا إحنا مش بنحمرهم ننزل بمعلاقتين كبار من الكاتشاب والكاتشاب هنا بيدي طعم حلو عن السلسة بس لو مش عندي الكاتشاب أو حاجة دايق حوالتي سلسة مش مشكلة وحطيت معلاقة كبيرة من الهوت سوس مقدرش أقولك وبقى هنا الريحة كانت عاملة إزاي؟ فضيعة وطبعا بقى لازم حط الطاش بتاعي ولازم طبعا عشان إحنا عاملين إيه؟ إحنا عاملين دايت لازم أحط شوية جبنة حطيت شوية جبنة وبعد ما قفلت النار غطيت الطاصة الجبنة ساحت على سخونة الطاصة وبقت إيه؟ فضيعة المهم بقى هم دايما بيقدموها في العيش الفرنساوي ده الطويل أنا جبته وحطيت فيه مايونيز وطبعا تقدري تحطي أي نوع سوس تاني أو ما تحطيش هو كده كده فيها هوت سوس وفيها كاتشف فمش محتاجين سوسات كتير وحنحط بقى السوسيس البكيني ده زي ما احنا شايفين في العيش وما قدرش أقولكم بجد الساندويتش ده طعمه جميل جدا حاجة كده بتلز وتبوز كده فضيعة أنا قدمته مع الدوريتوس الحار ده وكمان مع الشيبسي تقدري تتقدميه طبعا مع بطاطس براحة تتقدميه مع أي حاجة فضيعة بجد طعفة اوعى تروحه في حيطة لسه هنعمل لأبادش بس بقى علشان نعم المشروب يناسب الساندويتش ده ما احترامي بقى لكل الساعة والتلج اللي موجودة الساندويتش ده مش محتاج غير السانشاين ده دول شوية تلج ومعلقة كبيرة من شربات النعناع بيتبع في السوبر ماركت ونزلت عليه بسفن أب أو مياه غازية بدون لون بس كده الساندويتش ده محتاج المشروب ده بصراحة يعني قعدت جيبها كده جيبها كده هو عايز المشروب ده فاستحملونا بقى نروح بقى للأبادش الأبادش بقى ببقى نفس المكونات تقريبا بس زايد عليها مثلا شوية زتون وشوية مشروم والحاجات نتقطعها مربعات أو مكعبات صغيرة وهنروح برضو لطاسة سخنة نحط معلقة من الزبدة أو الزيت وهنشوح لأول المشروب وطبعا أي مكون من الحاجات اللي أنا حطتها مش موجودة عندك لا تدعي ولا تعصى بعملي الساندويتش وتدلعي نفسك ماهمكيش حطي بقى المشروب وهنشوح وهو مع السوسيس وطبعا ممكن ترشي بقى هنا ايه شوية ملح وشوية فلفل سود بس خدي بالك ما تغلطيش بقى غلطتي عشان أنا جيت رشي الفلفل سود رشيت كتير فهو ده هيغمى البيت شوية فمعلش بعد ما شوحنا المشروب والسوسيس حطيت بقى إيه فلفل ألوان والزاتون والفلفل الأغضر وشوحتهم هم كمان وبعد كده نزلت بقى إيه باتنين بيضة أو تلاتة بيضة مخفوقين كده بالخفوقيهم كده بالشوكة بشوية ملح وفلفل سود صغنانين برضو وبعد كده حطت البيت بقى وعود يقلبين تقلبتين البيت حيستوي وطبعا رشت الجبنة بتاعتن عشان لما تسيح بتسيح الدهون عشان إحنا عملين إيه؟ إحنا عملين دايت بصوا بقى خلاص كده بقى جاهز أنا حبيت أقدمه يعني تقدمه مختلفة شوية للمطاعم طبعا المطاعم بيعملو في العيش الأبيض وبيعملو في الفينو أنا قلت بقى عمله بقى إيه حطه في الكروسو حطيت جبنة كريمي وخص وبعد كده هملة بقى السانويتش فضيع ما قدرش أقول لكو يعني سهل قد إيه وحلو قد إيه وهو دا ساندويتش الأباتشي بالزبط اللي بيتقدم في المطاعم أنا كده عملتلكو ساندويتش الأباتشي زي المطاعم وعملتلكو كمان ساندويتش البكيني بجد ساندويتشين طحفة ينفعوا بقى في فطار في غدا في عشا جوع آخر الليل ليالي الشتاء الحزينة دلعي نفسك محدش واخد منها حاجة بجد طحفة 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 ولازم تجربوها ولو عجبكم الفيديو لازم تعملولي لايك وتعملوا فولو وتشيروا مع صحابكو وتكتبولي كلام حلو كتير وتروحوا على قناتي على اليوتيوب اسمها شوما كيتشين أنا بحبكم بشوفكم في فيديو جديد